اشتركوا في القناة احرصوا على نقل المعلومة الصحيحة واجابه اي محاولة لتشويه صورة البحرين وعملوا على ابراز الصورة الحضارية والمثالية للمملكة واعلاء رايتها في كافة المحافلة استقبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية السفراء الجدد لمملكة البحرين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم الدكتور جمعة بن احمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية المانيا الاتحادية أحمد يوسف الرويعي سفير مملكة البحرين لدى المملكة الاردنية الهاشمية أحمد عبدالله الهاجري سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلند فؤاد صادق البحارنة سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالرحمن محمد القعود سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الهند الدكتور غسان شيخو سفير مملكة البحرين لدى جمهورية اندونيسيا أحمد محمد الدوسري سفير مملكة البحرين لدى اليابان إبراهيم محمود أحمد سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التونسية وأكد سموه على ضرورة تفعيل أواصر الصداقة ومد جسور التعاون بما يحقق مصالح مملكة البحرين ويعزز مكانتها إقليميا ودوليا منوها سموه بجهود سفراء المملكة في تعريف العالم بالواقع المزدهر الذي تعيشه مملكة البحرين وما تحققه من منجزات وطنية لضمان الأمن والاستقرار وكفالة الحقوق والحريات والعيش الكريم لشعبها وخلال اللقاء هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر السفراء الجدد بالثقة الملكية الغالية وتعيينهم في مناصبهم وتوليهم مهامهم في تمثيل وطنهم بالخارج وتمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح وحث سموه سفراء مملكة البحرين في الخارج على مواصلة نهج المملكة في توطيد أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وتقوية حضور المملكة في الخارج والترويج لما تشهده من نهضة تنموية وما تزخر به من فرص للبناء على علاقات الصداقة والتعاون القائمة وفتح مجالات جديدة من التعاون تعود بالنفع على المملكة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة وجدد سموه دعم الحكومة للبعثات الدبلوماسية في الخارج للقيام بمهامها وواجباتها ورعاية مصالح المواطنين بالخارج وتعزيز علاقات التعاون الطيبة بين مملكة البحرين ومختلف الدول الشقيقة والصديقة من جانبهم أشاد السفراء الجدد بتوجيهات سموه السديدة لتعزيز العمل الدبلوماسي وتوظيفه بالشكل الأمثل في خدمة أهداف المملكة ومصالحها مؤكدين أن رؤية سموه ساهمت في توسيع وتطوير علاقات متميزة للمملكة مع كافة دول العالم مشهدين باهتمام سموه بدعم الدبلوماسية البحرينية وتوفير كافة الإمكانات التي تضمن لها النهوضة بمسؤولياتها في خدمة مصالح الوطن